اتفاق مذل لا يمكن القبول به رفض حكومي لاتفاق جدا صادر من وزيري الداخلية والنقل الذين يكد على أنه مكافأة لحلفاء الإمارات وحذر الرئيس هادي من التخلي عن الثوابت الوطنية ندعو الآخر الرئيس للتمسك بالثوابت وإذا يكافأ الإنقلابيون في جدة على ما قاموا بفعل التحالف أن يبشر بإنقلابات أخرى أحمد الميسري الذي التقى شخصيات قبلية في عتق بشبوى اعتبر مشروع الإمارات في حكم الساقط رغم إنفاقها أكثر من 48 مليار ريال سعودي على انقلاب غسطس لكن الميسري شن انتقادا واضحا ولأول مرة ضد السعودية حيث حمل الرياضة مسؤولية ما أسماه بالاتفاق المذل وقال بصراحة إنه لا يريد حكومة يتحكم في نصفها السفير السعودي الجابر وبنصفها الآخر ضابط إماراتي لا نقبل أن تكون حكومة موظفة مع السفير السعودي الجابر ولا نقبل أن يكون نصفها الآن إذا شكلت معانا في الانتقال من نصف المجموعة الأخرى من الانتقال الموظفين مع ضابط إماراتي مجموعة مع قائد سعودي ومجموعة مع قائد إماراتي وين الدولة التي أصلا تخضع على عبد ربما من صور هادي يريد الميسر والجبوان عودة كاملة وغير منقوصة للحكومة وهذا ما لا يوفره الاتفاق السعودي الذي تثبت بنوده سلطتين في عدن مناصفة بين الحكومة والانتقال عسكريا وسياسيا حتى أن أحد البنود تحدث عن بقاء قوة أمنية للانتقال بجانب قوة لهادي في عدن فضلا عن تمثيل المجلة الانتقالي في مفاوضات الحكومة مع ميليشيا الحوثي لا وضح حتى الآن حول الموقف النهائي للرئيس هادي من اتفاق جدة لكن البينة وجودا قسام حكومي حول الاتفاق حيث بشر وزير الإعلام بالتوقيع عليه معتبرا إياه خطوة هامة لتوحيد الصفوف ضد الحوثي في الوقت الذي أكد فيه وزير النقل على أن اتفاق جدة سيفشل وسيسقط داعيا السعودية للتخلي عنه وهذا الانقسام الرسمي يضع المملكة أمام تحدي صعب وربما أمام مواجهة مباشرة مع الشرعية التي ظلت السعودية تكرر بأنها ما أتت إلا لحمايتها والدفاع عنها ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر